طيب انت بتصرف على قطاع الناشئين بتاعك قد ايه؟ ده سؤال من الاسئلة المهمة لان انت الفلوس دي لو انت حسيت ان هي فلوس كتيرة يعني لو انت متخيل ان ديه فلوس كتيرة اقلبها مصري الدولارات اللي بتتعمل دي اقلبها مصري وخد المصري ده وحطه في قطاع الناشئين شوف هيطلع لك ايه؟ شوف خطه في المدربين خطه في المدير الرياضي عندنا كم نادي عنده مدير رياضي؟ ما ولا يدين ما فيهش ده في الاسوء لا هو فيه عنده في مصر الوقت يقول لك المدير الرياضي النادي فلان اه لأ بس ده مدير كورة برافو لا يعني ايه هو ده انه انت سميت نفسك مدير رياضي برافو انت كده متطور بتعمل ايه بقى في المدير الرياضي دي؟ مدير الرياضي ده لما فلوس دي وقى مسؤول عن ستة حاجات منهم قطاع الناشئين منهم هو بيعين احسن مدربين قطاعات ناشئين اقولك على حاجة مثلا الاهلي تعاقد مع سبع مدربين في قطاع الناشئين من ودي ديجلا حلو؟ لان ودي ديجلا بيهتم بتعليم مدربينه طب ما تعلم مدربينك يعني ايه الازمة قصدي ليه تاخدهم جاهز؟ لا ومش بتكلم على الاهلي بس بتكلم على كل الاندية طبعا طب فانا هنا ابتدت حاسس ان المشكلة ان فيه فلوس بتصرف مش مفيش فلوس بتصرف دي الصفقات بتاعت الاهلي مثلا هتلاقي والتر بواليا مليون يورو راحوا احمد رمضان باكم 650 الف يورو والاهلي برضو ما استفادش بيهم كتير ممكن تقلب بقى بعد كده وتجيب بقية الصفقات في بقية المواسم هتلاقي ان حسام حسن انت مستفدتش منه لويس ميكي سوني انت مستفدتش منه مصطفى البادري انت مستفدتش منه جمع ملايين اليوروهات دي جمعها وخطها في انك تعلم المدربين بتوعك من قطاع الناشئين وهات وحسن الجودة بتاعة المدربين بتوع قطاع الناشئين وحسن جودة الصفقات بتاعتك بانك تجمعهم كلهم في صفقة واحدة هيفرق معك جدا صح صح